أشرف عبدالغفور الفنان الكبير لما الحقيقة بتشوف المشاهد فناننا الكبير أشرف عبدالغفور بتحس بأنه يعني ابن حد من العيلة يعني قريبك قريبك يعني دخل البيوت المصرية حبيب وقريب لكل المشاهدين ويمكن دي الشرارة الأولى للنجاح إنه الناس فتحت البيوت فتحت التليفزيون فلاقيت حد شبه ولدها وشبه يعني شبهها هي من جوة فنان كبير بمشوار كبير وبمناسبة التكريم الخاص اللي كان موجود في مهرجان المسرح القومي يعني قررنا احنا كمان في التاسعة بإن احنا يكون لنا حق إن احنا نقوله ألف مبروك على المشوار وألف مبروك على التكريم ومنورنا في التاسعة الفنان القدير أشرف عبدالغفور مساء الفل مساء الورد يعني بجد وأنا بشوف اللقطات دي دي لقطات يعني في بداية المشوار بالذات اللي في الأول البداية والنهاية في البداية والنهاية لا مفيش نهاية ففي البداية يعني قد إيه كنت قريب من الناس يعني أنا عايز أعرف النقاط كتبوا عنك إيه في أول المشوار أول طلتك والله هو في أول طلتك كانت يعني اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كانت القاهرة والناس طبعا وسلسل وفي القاهرة والناس أنا كنت بعمل في المرحلة الأولى من الحلقات الشخصية اللي الناس مش مفروض تتجاوب معاها يعني كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة اللي ممكن يركب على كتاف إخواته وأبوه أمه عشان يوصل اللي هو عايزه لما بيعرف بنت بيعرفها عشان عندها عربية أربعة خمسة متر وغنية فكانت كل طموحاته زائفة فكانت شخصية معقدة ومركبة جدا والمفروض أن الناس ما تتجاوبش معاها وفي المقابل كان زميل العزيز أراح النور الشريف بالشخصية الأيديا المثالية اللي لازم تتحب تتحب يعني فأنا ما كنتش يعني في الكفة الراجحة قوي في المرحلة الأولانية من ناحية الناس أنا كنت مخلص جدا في أداء الشخصية ولكن أنت تقول إنه الناس تكره بس الناس يعني ملامحك أصلها فيها طيبة أصل بعد كده بقى بعد كده أنا دخلت في مرحلة الولد الجديد ده اللي وشه هادي أيوة واستدوه بقى في الأدوار الرومانسية والأوفر رومانتيك وهكذا لغاية وعملت شوية كده لغاية ما تمردت بقى لقيت نفسي حتقولب وحتحط في الآلب ده فتمردت وابتدت أدخل في أدوار الشر وهكذا لكن حيظل الوجه الهادئ ده وأنا يمكن مسألة الوجه الهادئ دي اتحطت حتيها خطوط كتير جدا في فيلم لاشاق أرهم أنا عملت فيلم اسمه لاشاق أرهم طبعا إخراج حسين كمال وكنت بعمل فيه شخصية متميزة جدا يعني والنقاط كلهم ساعتها كان يعني واخداهم قوي مسألة الوجه السينمائي الجديد الهادئ دي بس يعني ده بالنسبة للوجه طب خليني أقول كده الوجه الهادئ يعني فاد أشرف عبدالغفور ولا ضره في بعض الأدوار كان نفسه يحملها لا أنا للحق من البداية زي ما بقول لحضرزك أنا خفت من هذه القولبة أني أنا أتحط في قالب الولد الرومانسي كده وأذكر بأن زميل العزيز رشوان توفيق كان بيخرج في التلفزيون وكان عنده برنامج شبه محكامة كده أو جريمة وهو أول واحد قداني دور شرير فكان التويست في حياتي أن أنا أعمل هذا الدور وبعدين بعد ما راحل بقى كتير من حياتي يعني دخلت في هذه الأدوار وحقيقة دور الشرير دايما مركب وفيه تضاريس كتير وفيه تمثيل ومغمرة وفيه يعني فيه إمكانية أن الواحد يغوص في أعماق شخصية ويطلع منها حاجة لأن الخير واضح ومختلف عنك أنت ومختلف عن شخصيتي وده اللي أنا حبيت أن أعمله أن أنا ما عملش أشرف عبدالغفور أنا أعمل شخصيات أخرى أنا هنا عايز أسألك سؤال دايما بيبقى بيبقى في دماغنا إحنا كمشاهدين يا ترى الممثل هو المسؤول عن الأدوار اللي يعملها كلها ولا أحيانا بيظلم بالقولة يعني يفضل محطوط في قالب وما يعرفش يغير ويفضل المنتج مسر على أنه ينجح به مرة واثنين وثلاثة ويبقى هو نفسه يغير يعني أنت مثلا حضرتك قلت لي تنبهت من البداية أنك تبقى أعمل كذا هل الممثل بيبقى مظلوم في الحتة دي أحيانا؟ أحيانا لكن هو في حاجة لازم الفنان يعيها كويس جدا لازم يدرب نفسه على إمتى يقول لا آه حلوة دي زي ما بيقول آه لازم يتدرب تماما على يقول لا حتى لو قاعد في البيت شوية؟ قاعد كتير حتى لو قاعد كتير وخاصة أن لا في مهنتنا أحيانا بتبقى تكلفتها باهظة بتبقى تكلفتها كتير قلت كم لا؟ كتير 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 وكت حاسس أن لازم تعمل كده بالتأكيد لأن هي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص نفسه تركيبته الإنسانية أولا من قبل حتى ما يدخل الفن صحيح هو يعني ربنا أوجده في هذه الحياة وهو بيعمل إيه؟ بيهدف لإيه؟ مشواره رايح فين شايف مشواره فين آه بيحدد مصاره إزاي فإحنا برضو في شغلتنا وشغلتنا شغلنا حساسة جدا ودقيقة جدا يعني ولازم يبقى من البداية الشخص دخل هذه المهنة ليه؟ طبعا هل بهدف المال الشهرة الصيط الغنى ولا له هدف معين عايز يعمله؟ فهي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص على شخصية الفنين طبعا أنا مش قادرة أقوم يعني حضرتك تتحدث باللغة العربية وتذكر الإذاعة والمشوار يعني حبك للغة العربية ده جي منين؟ حضرتك أساسا دخلت من أوائل خريجي المعهد العالي للسينما وحبك للغة العربية ارتبط في المدرسة ارتبط مثلا في الكتابة ارتبط بشاطرتك في اللغة العربية جي منين؟ أنا علاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في المرحلة الثانوية باللغة العربية لكن أذكر بأن أنا أستاذ اللغة العربية في مدرسة الجيزة الثانوية في المرحلة الثانوية اللي أنا كنت فيها كان معجب بأسلوبي في التعبير والإنشاء والمطالعة وحتى لما عملت فريق تمثيل في المدرسة كان هو بيشجعني وكان بيحول الحصة حصة العربي لبروفية الحفلة اللي احنا بنعملها آخر السنة وهكذا فدي بس كانت الملحوظة في الدراسة الثانوية لكن للحق اللغة العربية زي أي لغة محتاجة للي حبها أي لغة محتاجة الواحد يحبها عشان يتعمق فيها واللغة العربية بقدر ما هي سالسة بقدر ما هي صعبة ودقيقة ومحتاجة لبذل جهد عشان الواحد يتعمق فيها ويتميز فيها ويحترمها زي ما حضرتك بتحترمها الآن حتى حديثا طيب أنا عايزة أسألك سؤال لمن يقرأ أشرب عمد الغفور مين اللي اتأثرت بيه وانت لسه كده شاب ممثل مقبل كنت بدأت خطواتك المسرحية أعتقد جولف دان هانم أول مسرحية على خشبة المسرح مين اللي شكل وجدانك بالدرجة الأولى نجيب محفوظ نجيب محفوظ بالدرجة الأولى يعني هو اللي أنا غصت فيه زي ما هو كده بيغوص في أعماق أكيد عملت حاجات في روايات نجيب محفوظ نجيب محفوظ سنة 66 أنا عملت فيلم قصير عن قصة لنجيب محفوظ اسمها لونة بارك ودخلنا بيها مهرجان للتلفزيون وكان إخراج الراحل يوسف مرزوق بعد كده أنا شرفت بأننا اشتغلت في الجزء التاني من الثلاثية اللي هو أصر الشوق عملت شخصية فيه كان حلم حياتي وأنا لسه ناشئ أننا نعمل حسنين في بداية ونهاية لكن ما عملتوش أيوة طبعا يعني ده كان من الأدوار من قراءاتي كنت متأثر بالرواية جدا جدا وكنت كنفسي أعمل هذا الدور المركب جدا كان المركب فعلا والمعقد جدا طبعا يعني فنجيب محفوظ طبعا في كل شخصياته أي ممثل يحلم بأنه هو يؤديها فيلم القاهرة 30 فيلم مهم جدا في السينما المصرية طبعا يعني فيلم مميز وفيلم بازل فيه مجهود وعنده رسالة كبيرة مهمة طبعا لو أنت بتشوف الفيلم ده دلوقتي إيه العنوان اللي أنت تقول والله برافو إن إحنا قدمنا الرسالة دي في الفيلم ده والله يشوفي للحق يعني نجيب محفوظ لما كتب الرواية دي كتبها في سنة مثلا 30 وكان نسميها القاهرة الجديدة واعترض على هذا الاسم وقتها وبعدها لما تعملت فيلم في سنة 66 بقى اسمها القاهرة 30 طبعا من 66 لغاية 20-23 في حاجات كتير جدا اتغيرت في حياتنا وفي حاجات كتير جدا من داخل أعماق هذه القصة ما زالت موجودة في حياتنا زي في كل حتة في الدنيا صح يعني نقدر نقول أنه الفيلم أقدم رسالته لكن لسه في حاجات مكملة بالتأكيد وحتفضل ما انتفتش وحتظل قصي دي الحياة الحياة عمرها ما هتخلو من النقيد ده الخير والشر والطموحات والوصولية والفساد الحياة ما هتخلو من ده هي الدنيا كده مين جيل أشرف عبدالغفور مين جيل اللي انت بتحس دول جيلي دول الناس بتوعي والله أنا جيلي يعني كان المرحوم محمود ياسين طبعا والمرحوم نور الشريف والمرحوم محمد وفيق وجيلي الحالي اللي موجود ربنا يديهم الصحة يا رب الأستاذ محمود الحديني طبعا الأستاذ رشوان توفيق الأستاذ حسن يوسف كل دول حتى لو قابليه بشوية بعديه بشوية لكن احنا عشنا مفيش سيدات كلهم رجال لا 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 فيه في كتير في كتير السيدة مديحة حمدي السيدة هالة فاخر السيدة سهين المرشدي بتتزوروا بتتكلموا بتعودوا مع بعض والله كنا كنا لما كان بيجمعنا أعمال كتير دلوقتي لما حصل متغيرات كتير في حياتنا فالدنيا أخذت كل الناس والدنيا اختلفت بالنسبة لنا وأهم حاجة كانت بتجمعنا كتير هي الإذاعة لأن في ناس الإذاعة هيئة الإذاعة والعمل الإذاعي العمل الإذاعي ده برغم أنه هو أفقر المجالات فنيا من النواحي من النواحي الاقتصادية لكن برضو محتاج اللي يشتغل فيه يكون بيحبه ويعشقه لا الميكروفون ده عايز قوة أداء وصدق وعايز برضو اللي يحبه طبعا عايز اللي يحبه طبعا فاحنا كنا هذه المجموعة اللي أنا ذكرتها دي كنت بتبقوا مع بعض الدرامة الإذاعية ما بقتوش تلتقوا كتير ما بقناش نلتق بقولك الإذاعة هي كانت أهم حاجة بتجمعنا بتجمع أكتر من التلفزيون ترتاح قوي لما تدخل عمل وتلاقي حد من جيلك موجود في العمل طبعا أي حد بيصار في النظر إنه ممثل مخرج مصور عامل كاميرا إحنا كنا الواحد بيدخل للستوديو يعني أنا لما كنت أدخل للستوديو عشرة اللي إحنا عاديين فيه كنت أعرف كل حد في الستوديو من أول العامل اللي وقف على الباب برة لغاية المخرج فوق في الكنترول أيوا دلوقتي الواحد بيدخل بلاتو زائر ما يعرفش أي حد أيوا مش عارف حد ويمكن هم كمان أغلبهم ما يعرفوهوش لا 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 طبعا حضرتك نجم كبير طب خليني هقف هنا وأنا سعيدة بالحوار الإنساني الجميل مع فنان كبير زي أشرف عبدالغفور ما تبقاش عارف تروح لأني منطقة لكن هنرجع بعد فصل وأعرف في بيت أشرف عبدالغفور كيف تسير الحياة عنده نجمة كبيرة وعنده طبعا بقية الشباب والعيلة الحلوة بتاعت أشرف عبدالغفور رجعوا لنا بعد شوي فنان بقيمة طبعا يعني اسم كبير أشرف عبدالغفور بتبقى حيث تحرف تفاصيل كتير أنت نعورني بجد بلا خليك وسعيدة بشبابك واهتمامك كده بنفسك وحاجة جميلة شكرك بيتك عمل إزاي يعني إحنا دايما بنسمع أنت شخص يعني هادئ الملامح عمرنا ما سمعنا قصص عن أشرف عبدالغفور ويظل بيتك أيضا يعني مقفول على فيما عادة ريهام لأن هي ممثلة بنعرف طبعا أخبار ريهام لكن البيت طبيعته هدية أنت أصدت ده من البداية هو أنا من البداية يعني قليت على نفسي وأثرت بأن أنا أفصل فصل كامل بين حياة الفنية وحياة الاجتماعية تمام بمعنى بأن أنا ما دخلتش الاثنين في بعض والمزج اللي أحيانا بيحصل ده بين الحياة الاجتماعية والحياة الفنية أحيانا بتكون يعني مثالبه ومسوقه أكثر بكتير من إيجابياته مضبوط فأنا يعني فبيت مصري هادي عادي جدا يعني خالص يعني ملوش دعوة بالحياة الفنية إلا في بعض المناقشات دلوقتي حتى لما ريهام دخلت في المجال الفني فبرضو ما كانش فيه فرصة كبيرة إنها تعيش معايا وهي فنانة لأنها اتجوزت بسرعة جدا برضو أول مداخلت المجال الفني اتجوزت فرح تسايب البيت طبعا فأنا ما عصرتهاش في حياة اجتماعية فنية فنيا وهي عيشة معايا إلا لما بنتقابل بقى ونتبادل الحديث التليفونات المقابلات كده طب قولي بصراحة كنت قلقان عليها في البداية جدا ألأت كنفين أقول لي حضرتك من النجاح ولا من الشغرة لا أنا هقول لي حضرتك حاجة حتى من قبل أنا قلت يعني رهام هي الأخت الصغرى ولها أخ تامر وريم تامر وريم تقولت لي الاثنين درسوا في المعهد ومحدش فيهم مارس ومحدش فيهم اشتغل في الفن إلا رهام لكن أنا بتكلم على مرحلة الطفولة يعني شوفي خوفي من إمتى تامر وريم جالهم عروض وهم أطفال إنهم يشتغلوا في برامج الأطفال كتير جدا كابلهم يعني بيطلبوهم أكتر مني أيو وأنا امتنعت تماما آه عن إنهم يشتغلوا علشان أنا كنت بشتغل في هذه المهنة وعارف مسئولياتها وأشفاء والوقت على افساد طفولتهم بهذه المسئولية صحيح ومنعت تماما إنهم يشتغلوا في برامج الأطفال فهذا الخوف عندي من مشاق هذه المهنة اللي أنا عارفها طبعا امتد لغاية لما رهام وهي في منتصف المرحلة الدراسية في التجارة إنجليش أعلنت وأفصحت عن إنها عايزة تشغل في التمثيل فكنت أولا متخوف جدا عليها من مشاق هذه المهنة وثانيا خفت إنها تجمع بين المهنة والدراسة يعني يأثر على دراسة ما تنجحش في الاثنين ممكن جدا صحيح فشدت معها شوية لغاية أما قربت على الباكالوريوس وخدت الباكالوريوس والحمد لله وانطلقت بقى برحتها فأنا طبعا مشفق عليها وخاصة بإن رهام ما هي الشخصية الصلبة برضو إحنا بنتعرض في حياتنا طبعا في حياتنا وكلنا يعني لا وخلينا نتفق برضو الناس تبقى عارفة إنه العمل الفني أو العمل في الفن بشكل عام تحت الأضواء مجهد مجهد بشكل كبير يعني أيوة أنت عندك ضغوط كتيرة جدا وانت بتشتغل الناس يعني بتشوف النتيجة النهائية للعمل بتشوف الشكل البراق بس خالص ما بتشوفش إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل طب حضرتك قولي سعيد بنجاحها نجمة كبيرة رهام عبدال الحمد لله سعيد بنجاحها جدا وسعيد باختياراتها وسعيد وحقول لي حضرتك حاجة أنا مش سعيد بنجاحها دلوقتي أنا سعيد ببداياتها من أول ما بدأت لأنها إحنا كنا عندنا في حياتنا ويمكن مازال موجود دلوقتي في مرحلة في حياة الفنان بيقولوا إنها اسمع مرحلة الانتشار صحيح إنه هو أول ما يظهر يعمل حاجات كتير لازم يشتغل كتير علشان الناس يشوفه والحقل الفني يشوفه وهو يتعرف على نفسه لكن المرحلة دي خطيرة جدا إنها ممكن تؤدي بالسلب إن الواحد يعمل حاجات ضده صح مش لصالح بس ريهام كانت بتعمل حاجات كويسة كلها ريهام من أول خطوة اختار أول حاجة عملتها شخصية شيرين في مسلسل العائلة والناس اخراج الأستاذ محمد فاضل برضو والتأليف المؤلفنا الكبير مجد صابر بعد 3-4 شهر الأستاذ مجد صابر كان بيعمل مسلسل لشركة إنتاج قطاع خاص وطلب وريهام لقيت إن الدور شبه شيرين بتاع العملاته رفضت يعني شيء كان محير أنا شخصيا كنت مستغرب من سلوكها ده واستمرت على هذا النهج لا تتكرر لا تغير أدوارها دائمة التغير والتنوع والبحث عن الجديد بتسألك يا أستاذ أشرف بتقولك عندي دور كذا إيه رأيك أعمله ما أعملوش بتسألك أحيانا لما يبقى في مسألة شائكة أو محيرة بالنسبة لها بترجعلك فيها ومحتاجة أنها ترجعلي فيها وفي النهاية أنا رأي استشاري بعد إمتا سعبت عليك شفت لها حاجة وسعبت عليك حسيت أن الدور شديد عليها في الأول في البداية لأن كنت مشفق عليها برضو من المهنة واللي حضرتك قلتيه بالزبط ده حصل لما المرحوم المخرج أحمد عبد الحليم ونجمينا الكبير يا حيال فخراني وإحنا بنعمل الملك لير قالولي إحنا عايزين ريهام تعمل كورديليا في الملك لير كورديليا شيكسبير الملك لير لغة عربية فصحة وهي دراسة انجليزية أي علاقة باللغة العربية فأنا أول حاجة قلتها لأ على طول فهم قالولي طب يا أخي سألها سألتها قالت لي آه أعمل لأنها كان نفسها تتغل مع إحنا الفخراني أولا طبعا رغبة أنها توقف قدام إحنا الفخراني فاللحظة دي أنا كنت مشفق عليها تماما من الوقوف على خشبة المسرح وهي لسه في البداية طبعا لكن الحمد لله أنجزتها الحمد لله هي شي لإسم كبير يعني ريهام نجمة كبيرة وشي لإسم نجمة كبير كمان الحمد لله وهي حفظت عليه تماما أكيد تكريمك في مهرجان المسرح القومي يعني التكريم حسيت أنك شايف المشوار من أول الستينات لغاية دلوقتي شفت المشوار وأنت في التكريم هو دايما يعني دايما في لحظة التكريم أما الواحد بيطلع على المسرح بيحس إحساس غريب جدا يعني أنا أذكر وكل لما أطلع المسرح أتكرم في أي جهة أفتكر أول مرة اتكرمت فيها وأنا في الثانوية العامة خدت كاس التمثيل على الجمهورية وطلعت على خشبة الأوبرا القديمة أيها يعني أنا لما أتكرم في المهرجان القومي للمسرح المصري ده شرف كبير بالنسبة لي طبعا أي تكريم بقى أحظى بيه من جهات علمية زي الجامعات وهكذا بيبقى عندي شيء كبير جدا بتبقى سعيد بيه جدا وشرف كبير جدا يعني فنانة كبير أشرف عبدالغفور مشوارك عظيم يعني أكتر من 150 عمل أعمال دينية أعمال تاريخية أعمال اجتماعية يعني حاجات كتيرة جدا إيه اللي أنت شايف في المشوار ده كان نفسك تعمله ولسه ما عملتوش لأ حاجات كتير أو يعني قل لي حاجة حاجة ملحة أنا مش هي الحكاية مش خاصة بي أنا أنا يعني أتمنى بأن المواطن المصري يبقى المسرح يتحط في أجندته زي ما هو أحيانا بيروح السينما أتمنى أن المسرح يبقى جزء من الأجندة الأسبوعية الشهرية للمواطن المصري يفضل موجود لأن ده مفتقد كتير قوي في حياتنا وبنفتقد حاجات كتير في هذا المنوال فأنا أنا دايماً ما عنديش أمال خاصة بي أنا طبعاً أمالك للناس طب حختم معك بسؤال كده فضالي مشوارك العظيم احترامك لغتك العربية اسمك متطمن على مصر؟ مصر بحكم تاريخها دايماً تبعث على الاطمئنان مصر يعني زي ما احنا كلنا بنقول أن ربنا حفظها لأن احنا بيحصل في حياتنا وحصل في حياتنا حاجات ممكن تحصل في بقاع أخرى من العالم في خمسمائة سنة احنا بيحصل في حياتنا في خمسين ستين سبعين سنة بتلاقي منحنايات وتضاريس بس احنا شعب قوي لكن ربنا طول الوقت حفظ هذا البلد وحيحفظها وحيحفظها بينا أكيد بينا أكيد يعني اتشرفنا بوجودك ومتشرفين بوجودك رمز كبير موجود في تاريخنا السينمائي والمصرحي والتلفزيوني اسم أشرف عبدالغفور مش يستحق بس تكريم المصرح القومي يستحق التكريم كله نورتني في التاسعة بسيافا شكرا 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 جدا يعني الحقيقة الختام مع أشرف عبدالغفور تحس انك لسه عندك اسئلة كتير عايز تقولها أجيال لا تعود ومشوارها لا يعود لكن هتفضل التاسعة مكان لكل المبدعين ولكل المصريين ولكل الرموز غدا يتجدد اللقاء مع التاسعة أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله صبح على الرحل موسيقى موسيقى موسيقى